أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة التي تجريها قناة العربية مع لورد أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية شكرا لك لورد أحمد على هذه المقابلة أريد أن أبدأ معك من الوضع في ليبيا والجهود التي قدمتها بريطانيا حتى الآن للمساعدة في ليبيا أولا وقبل كل شيء أقول إلى كل شعب ليبيا أنا كمسلم عندما سمعت بالمأساة وكل الخسائر في الأرواح التي شهدناها أقول إن لله وإن إليه راجعون هذه الأزمة لا تقتصر على ليبيا والأسر المتطردة فحسب بل تشملنا جميعا المملكة المتحدة فور سماعها بما يجري في ليبيا وخاصة في درنة أعلنت عن حزمة بقيمة مليون جنيه استرليني لدعم ليبيا وخلال الأيام القليلة الماضية قمنا أيضا بتوفير تمويل إضافي وبتنسيق جهود الإغاثة مع الشركاء مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماذا عن المبالغ التي قدمتموها حتى الآن والمساعدات الإنسانية؟ بالطبع أولا يمكنني أن أشارك جميع مشاهديكم أن الدفعة الأولى من التمويل المخصص والمعدات الإغاثية قد وصلت إلى ليبيا كما تعلمون المطلوب الآن هو حل مشكلات الصرف الصحي اللازمة وتوفير الأساسيات مثل الماء والغذاء والمأوى وقد ركزنا بشدة على ذلك وأستطيع أن أشارككم أن أول رحلة تحمل هذا الدعم قد هبطت في بنغازي كما أننا ندرك تماما أهمية المساعدة الطبية اللازمة للناجين من هذه المأساة الرهيبة وفي هذا الصدد أرسلنا فريقا من يوكاي ميد والذين سيصلون بالفعل إلى الأرض قريبا جدا لإجراء التقديم اللازم فيما يتعلق بالتمويل على وجه التحديد فقد أشرت إلى المليون جنيه إسترليني المقدمة يوم الثالث عشر ومن جديد في يوم السادس عشر من هذا الشهر حيث أعلننا عن تمويل إضافي بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني بشكل عام من المملكة المتحدة للنظر في الزلزال الذي شهدناه بشكل مأساوي في المغرب وبالطبع نحن نقف إلى جانب الشعب المغربي بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب الليبي لقد تحدثت أيضا مع ممثل الأمم المتحدة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أعرفه جيدا مارتين غريفث وفي هذا الصدد ناقشت أنا ومارتين عمل الأمم المتحدة على الأرض وكيف يمكننا تقديم المساعدة على أفضل وجه حتى نتمكن من تقديم المساعدة لقد سعيدنا بوجود صندوق إنساني للأمم المتحدة يسمى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والذي تساهم فيه المملكة المتحدة بأكثر من 52 مليون جنيه سترليني لقد خصصتم زيادة للتمويل من مليون إلى 10 ملايين جنيه سترليني هل هناك خطط جديدة لزيادة هذا التمويل في المستقبل؟ أعتقد أن المهم الآن وجود فرق تقييم على الأرض حيث كان من المهم الانتهاء من ذلك تحدثت إلى ممثلين على الأرض في طرابلوس ويقوم فريقنا هناك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وفريق مارتين جريفيث من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذين يتعاملون مع هذه القضية بالذات بالإضافة إلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والذي نساهم فيه أنشئ لهذا النوع من القضايا تحديداً وهو الدعم الإنساني كما أتيحت لي الفرصة للتحدث مباشرة مع الرئيس محمد المنفي وقد نقلت له تعازينة وأعربت له عن دعم مباشر سررت أيضاً أن وزير الخارجية البريطاني تمكن من التحدث إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في هذا الصدد هل تعتقد أن الاستجابة الدولية للكارثة في ليبيا كافية حتى الآن؟ وهل هناك حاجة لزيادة هذه الاستجابة؟ أعتقد أن العديد من البلدان بما في ذلك الوكالات الدولية والأمم المتحدة تدرك تماماً التحديات الهائلة أمامها وندرك تماماً أن هناك وضعاً معقداً للغاية على الأرض في ليبيا وكما تعلمون لقد شاركت منذ تعيين وزيراً مسؤولاً عن هذه المنطقة منذ نهاية العام الماضي في إيجاد أفضل السبل لدعم جهود المصالحة كما أعمل مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد باعتباره دوري كوزير للأمم المتحدة أيضاً وبالطبع فإن مثل هذه الكوارث تعيق العمل لحل التحديات المباشرة التي كانت ليبيا تواجهها من الأساس ومع ذلك كانت هناك استجابة حقيقية من المجتمع الدولي بسبب التعقيد على أرض الواقع فإن توفير التمويل كان أمراً مهماً للغاية كما أن التنسيق أمر أساسي انتشار المرض أصبح هو الهاجس الآن في ليبيا مع الخبرة التي تملكها بريطانيا في مجال مكافحة الأوبئة ما هي الإجراءات التي ستتخذها لمنع حدوث كارثة إنسانية أخرى في ليبيا؟ كما أشرت سابقاً لهذا السبب أرسلنا فريقاً طبياً على الأرض لإجراء تقييم فوري لما هو مطلوب الكلمة الرئيسية هنا هي التنسيق نحن بحاجة إلى تحديد المتطلبات الفورية وبالطبع إذا نظرنا إلى التاريخ الحديث نرى أنه عندما يكون لديك هذا النوع من الكوارث وانتشار الأمراض تكون الأولوية قبل كل شيء هي محاولة إغاثة الناجين وتسمع بين الحين والآخر عن أخبار أحد الناجين وترى المشاهد على الأرض والأمر يهزك حقاً لكن التحديات أيضاً تتمثل في اللوجستيات العديد من الوكالات واجهت تحديات فقط للوصول إلى الجزء الشرقي من ليبيا وهو الجزء الأكثر تضرراً وهذا يعيدنا إلى أهمية التنسيق لذا نعم نقوم بالتقييم ولكننا أيضاً نعمل مع وكالات أخرى ما هي أهم التحديات التي تواجهها بريطانيا في تقديم المساعدة على الأرض في درنا؟ أنا متأكد من خلال تغطيتكم هناك تحدي فوري يتعلق باللوجستيات الجزء المتعلق بطريقة الوصول عبر بنغازي مجرد الوصول من بنغازي إلى درنا يمثل في حد ذاته تحدياً لوجستياً الوضع على الأرض هش للغاية فرق مختلفة وأحساب مختلفة تسيطر على جماعات مختلفة مهما كان دافعك ومهما كانت غرائزك فإن الغريزة الرئيسية يجب أن تكون الخدمة الإنسانية هذه مأساة أثرت على ليبيا بشكل لا يصدق هزت المجتمع والأسر والمجتمعات هناك بعض الإيجابيات طبعاً إذا أمكنني أن أصفها بهذه الطريقة وهي أن هناك بعض الشعور بضرورة التنسيق فقد رحبنا حقيقة أن شرق ليبيا وغربها يتعاونون في بعض المبادرات وكانت هناك فرق يتم إرسالها من غرب البلاد شرقاً لتقديم المساعدة لكن اللوجستيات تظل هي التحدي الرئيسي بالنسبة لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول يصبح التحدي وصول المنظمات غير الحكومية مع من تتعامل بريطانيا في ليبيا؟ كما نعلم هناك أكثر من سلطة في البلاد نعم تتعامل جماعاتنا على الأرض في طرابلس مع كفة الجهات ولكن كما أشرت سابقاً لقد تحدثت مع رئيس المجلس الرئاسي مباشرة قبل بضعة أيام وقد قدمت تعازينا وحاولت فهم المتطلبات وبالمثل وزير الخارجية تواصل مباشرة مع رئيس الوزراء الليبي أدبيبة لذلك نحن نعمل بشكل أساسي مع الرئيس ورئيس الوزراء لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأشخاص الموجودين على الأرض بل يتعلق أيضاً بضمان أن جميع أولئك الذين لديهم نفوذ في ضمان وصول هذا الدعم ووصول تلك المساعدات وفهم المتطلبات الطبية بشكل كامل ننسق الجهود على أرض الواقع والشيء المهم الآخر الذي ناقشته مع مارتين جريفت هو التنسيق بين آليات الأمم المتحدة التي في الواقع تلعب دوراً مهماً ليس فقط من خلال تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ولكن أيضاً تقييم المتطلبات كيف يتم تنسيق الأمور اللوجستية على الأرض في درنا؟ من الصعب الوصول إلى درنا كما أشرت فإن هناك فرقاً مختلفة في أجزاء مختلفة من ليبيا ونحن جميعاً نعرف التحديات اللوجستية في أماكن مثل درنا وبنغازي والاختلافات الموجودة بين غرب وشرق البلاد وقد تفاقمت الأمور لذلك نحن بالطبع نعمل مع فرق الأمم المتحدة التي لديها إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف على الأرض من المهم أن يتم التنسيق بين الأطراف أي كان منها بطريقة تسهل الوصول ولهذا السبب نحن نعمل بشكل وثيق مع وكالات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة البعض يصنف ليبيا على أنها دولة فاشلة هل باعتقادكم أن هذا هو السبب الذي أدى إلى تفاقم هذه الكارثة إلى هذا الحد؟ الأمر لا يتعلق بالماضي بل يتعلق بالوضع الذي نحن فيه الآن فنحن نواجه مأساة إنسانية وهي كارثة أصابت شعب ليبيا الآن نحن بحاجة إلى النظر في احتياجاتهم المباشرة وأنا كشخص منخرط في المشهد السياسي لفترة من الوقت فقد كنت وزيرا لعدد من السنوات حتى الآن أقول إن أثمن ما يمتلك الإنسان هو الأمل ومهمتنا هي التأكيد من أننا نستطيع توفير هذا الأمل والمساعدة بالدعم المطلوب الأمر متروك لشعب ليبيا ليقرر مستقبله من خلال تقييمكم للوضع في ليبيا باعتقادكم ما هو السبب وراء هذه الكارثة؟ من خلال التقارير التي صدرت يوجد عدد من التقييمات المختلفة نحن في انتظار التفاصيل الكاملة للتقارير ولكن يوجد تكهنة حول وضع وصيانة بعض السدود وما إلى ذلك والتي ربما أدت إلى تفاقم الكارثة التي واجهها الناس أنا متأكد أن مع هذا النوع من الكوارث هناك دروس يمكن تعلمها وأعتقد أنه من المهم توثيقها لأي شخص في أي جزء من العالم أقول أن المسؤولية الأولى لأي بلد أو أي حكومة هي أمن المواطنين من خلال العناية برفاهيتهم وبالبنية التحتية المحيطة بهم بغض النظر عما يخرج من هذه التقييمات المهم الآن ضمان مرور المساعدة الإنسانية ووصول الدعم الطبي وفي هذا الصدد كما قلت في بعض الأحيان تؤدي كارثة من هذا النوع لا يمكن تصورها إلى توحيد البلاد ويأمل المرء إن شاء الله أن يكون أولئك الموجودين على الأرض قد أدركوا مسؤوليتهم في منطقة حرب مثل ليبيا على من تقع المسؤولية للحفاظ أو منع حدوث مثل هكذا كارثة؟ أجبت جزئيا على سؤالك وظيفة أي حكومة مسؤولة وأي إدارة مسؤولة تقع على عاتق السلطة حاليا سواء في شرق البلاد أو غربها والمطلوب الآن هو جهد جماعي ووحدة الصف تقع هذه المسؤولية بالطبع على عاتق أولئك الذين يديرون هذه المناطق على وجه الخصوص ولكن أيضا يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم المطلوب بشكل بناء فلنحصل على هذا الدعم الأنساني المقدم فلنبدأ في النظر في تقييمات الاحتياجات الطبية للأشخاص الذين عانوا بشدة لقد تأثرنا بهذه المأساة ولدي أمل إن شاء الله المملكة المتحدة كما قلت تعمل مع الشركاء الرئيسيين وخاصة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم لليبيا إذن كنتم مع هذه المقابلة التي أجرتها قناة العربية مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرا لحسن المتابعة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر